سنوات مرت على أزمة النزوح في العراق ولا يزال النازحون يعيشون أوضاعاً مأساوية دون أن يتمكنوا من تحقيق حلم العودة إلى ديارهم منظمة كير الدولية قالت أن هناك 500 ألف شخص يعيشون في مخيمات النازحين مع وجود أكثر من مليوني نازح في أوضاع صعبة مشيرة إلى الحالة في المدن المدمرة التي شهدت عمليات عسكرية ومنها الموصل التي من المستحيل تقريباً العودة إلى بعض مناطقها حيث لا توجد حتى الآن أي مستشفيات أو مدارس أو أي نوع من الخدمات الاجتماعية المتاحة للناس كما تشكل القنابل غير المفجرة والألغام خطراً على السكان في الوقت ذاته أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها بشأن النازحين العراقيين الذين يواجهون قساوة فصل الشتاء في المخيمات والملاجئ غير المجهزة وقال رئيس المنظمة ألبيرتو بريتو إن من بين مليوني شخص ظل نازحين يوجد أكثر من 500 ألف في المخيمات و140 ألفاً يعيشون في ظروف وأماكن غير رسمية كالمدارس أو المباني المهجورة في ظروف غير مستقرة لافتاً إلى أن العديد من الذين عادوا إلى ديارهم وجدوا أن أمتعتهم الشخصية قد سرقت وأن منازلهم أتلفت هذه العوامل مجتمعة تسببت بعمليات نزوح عكسي وفقاً لما أكده مدير الهجرة في محافظة أربيل باق محمد الذي كشف عن استقبال مخيم الخازر 123 عائلة من مدينة الموصل كما استقبل مخيم حسن شام 670 عائلة نازحة من المدينة مشيراً إلى أن أسباب الهجرة العكسية جاءت نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية وكثرة البطالة وعدم توفر الخدمات في المدن كل ذلك يكشف حقيقة مفادها بأن الحكومة غير جادة بإعادة النازحين إلى منازلهم وهما أكده نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان علي ميزر الشمري الذي قال أن الحكومة لم تكترث للمناشدات الإنسانية التي تعبر عن مدى قساوة الظروف التي يعيشها النازحون ولم تفي بوعودها بتسليم العائدين طوعاً المنحة المخصصة لهم وتعويض المتضررين وتأهيل مناطقهم ليبقى ملف النزوح معلقاً وتبقى المأساة تراوح مكانها دون أن تجد معالجات تخفف لو جزءاً من معاناة شريحة واسعة من العراقيين